لن يتم إطلاق لعبة فورتنايت من ذاكرة الفيديو كيفية إصلاح الخطأ إذا بعد التحديث لا يمكنك تشغيل لعبة فورتنايت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويحدث خطأ من ذاكرة الفيديو عليك القيام بما يلي اضغط على مجموعة المفاتيح ادخل الأمر كما هو موضح على الشاشة داخل رمز النسبة المئوية ثم انتقل إلى فورتنايت بايم سايد كونفيد ويندوز كلاين الآن نحن بحاجة إلى إعادة تسمية الملف بايم يوزر سيتنبز على سبيل المثال أضف الرقم 2 إلى اسمه هذا يكمل الأعدادات يمكننا أن نبدأ اللعبة الآن